دون صيفية بامتياز الآن سجلوها فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن وكانت يعني الارتفاع في درجات الحرارة تحديدا كان بداية من يوم الأمس وتستمر هذه الأجواء الحارة بإذن الله إلى غاية يوم السبت على الأقل خاصة بما أننا في مرحلة انتقالية لدخول فصل الصيف فأكيد رح نسجل درجات حرارة مرتفعة خلال هذه الفترة بإذن الله إذن كما قلت درجات حرارة صيفية رح نسجلوها خاصة خلال يوم الغد الجمعة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن وتفسيرا لهذا الارتفاع في درجات الحرارة القصوى إذن فيه مرتفع للضغط الجوي خاصة الجنوب الغربي وهذا في المستويات العليا للغلافة الجوي إذن يمتد لي خاصة المناطق الشمالية بدرجات حرارة مرتفعة ويمتد كذلك إلى نحو حوض البحر الأبيض المتوسط ليخص حتى الدول الأوروبية بتسجيل درجات حرارة جد مرتفعة خاصة فيما يخص إيطاليا إذن الأجواء ستكون حرارة وهذا بسبب دائما المرتفع للضغط الجوي اللي رح يخص حاليا الجنوب الغربي إذن الكتلة الهوائية الحرارة اللي رح يتخص الجنوب الغربي عملت على ارتفاع في درجات الحرارة القصوى فيما يخص حتى نحو أو تمديدا إلى نحو مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط وستستمر هذه الأجواء الحارة لغاية يوم السبت على الأقل لأنه نبقى دائما سجل درجات حرارة مرتفعة حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي خلال الأيام القليلة المقبلة أما عن توقعات درجات الحرارة بالتفصيل فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية فخلال ظهيرة اليوم رح نسجل حتى 34 درجة على الجزائر العاصمة البليدة وبومردس تقص حار بامتياز كذلك ما نلاحظ على كل من وهران عينتي موشنت ومست غنم كعلى مقياس فيما يخص شلف غيريزان سيدي بالعباس خلال يوم الغد قد تصل حتى 38 درجة أكيد تحت الظل وفيما يخص مشاهدين حتى فيما يخص كل من قسنطين سطيف أم البواقي بورج بوري ريج كذلك على قلم الطارف والسقرة ستكون الأجواء حارة خلال يومي السبت أو الجمعة والسبت قد تتعدى إن شاء الله 35 درجة على المناطق الداخلية الشرقية كل من عنابا جيجل وسيكذا كما نلاحظ باللون الأحمر إذن الأجواء ستكون كذلك حارة تقارب إن شاء الله خلال يومي الجمعة والسبت حوالي 32 درجة المناطق الجنوب ذاك على مقياس 45 درجة تحت الظل أكيد بكل من بورج باجي مختار وإنجزام حتى فيما يخص أضرار تيميوين رجان وأيضا على ولاية تيندوف كذلك فيما يخص ولاية بشان لاحظوا أن الأجواء تبقى حارة على المناطق الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة وقد تتعدى عتبت 45 درجة على أقصى الجنوب الجزائري للإشارة خلال يوم الغد حركة الرياح ستكون قوية نوعا ما للولايات الجنوبية ستكون مرفقة بتطاير بعض الزوابع الرملية خاصة على وسط السحراء أما فيما يخص كل من غردايا زلفانة المنيعة كذلك إليزي جانات إنعميناس وحتى بيتامنراس فدرجات الحرارة القصوى ستتراوح بين حوالي 35 إلى 38 درجة وأكيد كعلى مقدياس فيما يخص الجنوب الغربي نحو أقصى الجنوب الجزائري بسبب المرتفع للضغط الجوي والكتلة الهوائية الحارة المتمركزة في المستويات العليا للغلاف الجوي إذا تبقى الأجواء حارة خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله أما عن توقعات تساقط الأمطار فسيكون في إنعدام شامل فيما يخص تساقط الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة تقس مشمس مستقر للإشارة فقط احتمال أواخر ظاهرة يوم الغد الجمعة سيكون في تساقط بعض الأمطار الخفيفة تماما على الهضابة العليا الغربية أما المناطق الجنوبية فخلال ظاهرة اليوم كذلك يرتقى بيكون في تساقط بعض القطرة من الأمطار على ولاية تندوف ومن ثم التقس سيكون مشمس مستقر بحول الله خلال الأيام المقبلة توقعات حالة البحر إذن سيكون خلال يوم الغد من قليل الإثراب إلى مصدرب على أغلب السواحل الوطنية أو من هادئ إلى قليل الإثراب سرعة الرياح تتراوح بين 30 حتى 50 كم في الساعة وخلال يوم السبت البحر سيكون هادئ وجميل على أغلب السواحل الوطنية وعدو الأمواج سيتراوح بين أقل من المتر إلى المتر ونصف على كافة السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية للوطن إذن مشاهدين أجواء صيفية بامتياز درجات حرارة مرتفعة ستخص أغلب ولايات الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصائي والمتابعة والعودة إليك مولو أو ريدا باستكمال بقية الأخبار وهو كذلك ابتسام هنا المهم إن شاء الله يكون صيف جميل وصيف منعش للجزائرين كامل ويكون صيف للمستجدات التي تهم خاصة الجانب السياحي للإشارة بركة ريدا أنه يرتقب أنه يكون صيف هذه السنة يكون حار بامتياز يلا جميل جدا جميل جدا إن شاء الله تكون أيضا ترجمة نانسي قنع